بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم. اما بعد. هنبدأ بقى في الفيديو ده ان شاء الله هنحل مع بعض جزئية اللي وفيه في الاخر كده ست جمل ترجمة موجودين في الجزئية اللي في صباحة خمسة واربعين هنحلها. يبقى احنا دلوقتي هنحل تلات حاجات اللي هما خمسطاشر جملة اكسرسايز اه عن وخمسطاشر جملة تانية عن وست جمل ترجمة. كل ده هيكون موجود في الفيديو ده ان شاء الله. عزالة في انتباهها كان فيه اتنين فيديو قبل ده. خمسين جملة على وخمسين جملة على والفيديو هات كلها موجودة على القناة وهتلاقيهم تحت في الوصف. يا ريت قبل ما نبدأ كده تعمل للفيديو. ولو انت مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس عشان الفترة دي هننزل مجموعة من الفيديوهات آآ متلقة كده وربع ضه بامر الله سبحانه وتعالى. تعالى نبدأ النهار ده كده في اول سؤال. اول حاجة بيقولي الامر اللي بيكون عمره اسبوع واحد بيكون شكله عامل زي وفي الفيديو اللي فات قلت لك لو قال لك يعني اسبوعين اتنين فالحالة دي هتستخدم مش على التواب آآ يوسف عبد التواب يوسف بدأ يدرس ايه في جامعة القاهرة اكيد بدأ يدرس اللي هو علم السياسة. واحن طبعا ممكن نشيل زي ما انت فاهم ونستخدم مكانها بوليتيك ساينز. بوليتيك ساينز اللي هو علم السياسة برضو. يبقى انت كده قدامك حاجتين. بوليتيكس او بوليتيك ساينز. آآ الجملة الثالثة. بيقولي عبد تواب يوسف ايه دا اه هو اسس او انشاء آآ جمعية رعاية الاطفال استقافية في عام ١٧٨ وبالتالي هنقول ستا. آآ عبد التواب يوسف. ايه ان نينتين ففتي ان زين فور دا ايجبشن. انت عارف ان المنستري يعني وزارة وزارة آآ التربية التعليم. آآ اللي هي وزارة المالي. وهكذا. والمهم هو تخرج في عام ١٧٠ وبدأ يعمل في وزارة التربية التعليم. وبالتالي هنقول طيب هو سنة الجامعة اللي هو تخرج منها. وممكن نقول والمجال اللي تخرج فيه يعني هو شغال دلاتي في التعليم وبالتالي كون ممكن نقول تخرج في مجال التعليم. وتخرج في مجال الطب وهكذا. عبد تواب يوسف كتب عن ايه المهمة يعني والناس في العالم عن الاحداث المهمة والناس في العالم. عشان كده ايه نمبر سيكس. ابتواب يوسف فاز بكثيرا من الجوائز اللي هي اووردز. خد بي لك عائلتك تعرف انه ممكن نقول كلهم بنفس المعنى وكلهم منحة او اعطيها او فازة بي. نمبر سبن. آآ بيبول هافز ترانسلاتيب يوسف بوكس انتو مني اللانجوجز انجليش فرنش انتشينيز هو تراجم كتب عبد تواب يوسف اللغات الكثيرة بما في ذلك الانجليزية والفرنسية وهكذا فعشان كده نقول انكلودين. نمبر اي عبد بيوسف اي آآ او هويو ان يوريككر في عام الكثير. هو حضر في جامع في امريكا عن كذا وهو بتلها نقول اللي هي نمبر سي. آآ نمبر ناين. عبد تواب يوسف ضايت انتو سوزن ففتين. عبد التواب يوسف مات في الفين وخمستاشر في عمر او عن عمر يناهز سبعة وتمانين سنة. وبالتالي هنقول كان ممكن نقول وكان ممكن نقول وكلهم بنفس المعنى. عشرة بقى. يعني يحترم يعني الاحترام. لما نقول يعني يظهر الاحترام. ده رقم واحد. ده رقم اتنين. هقول لك المدرس ده بيتعامل معنا. انت عارف يتعامل مع اسمها او آآ وطبعا ان انت عارف ان هو عايز اقول لك بيتعامل معنا بطريقة القبوية وبالتالي هنقول انا ويعمل حسابك ان كلمة آخرها ولكنها صفة وليست زرفا زي والحاجات اللي زي دي. آآ حتاشر بقى المدرس ده مثل طبقات الارض والسؤال ده مكرر كتير جدا يبقى ويخد بالك في الجملة دي هو قال لك لانه بفعلا المدرس شكله او يشبه طبقات الارض ولكن هو مش طبقا من طبقات الارض لكن اقول لك اعمل كمعلم لان انا فعلا معلم فانت بتاخد لو انت بتقول مثلة كزا على سبيل المثال يعني على ان هو زي ما يكون شكله كزا لكن هو فعلا كده طيب اتناشر لا تعطي اطفالك كل ما يحتاجونوه حتى لا تدللهم او تفسدهم اللي هي سبايل. ترتاشر المعلم الجيد يجب ان هو يعمل ايه في الطلاب بطريقة ودودة اكيد يعني يسكتهم بشكل محترم. ما يزعى اشيان. اربعتاشر عشان تحقق نجاح اه او نطائج اعظم. المدرس لابد ان هو يؤدب او يهذب او يدربهم عن النظام اللي هتسبلن. روايات كانت مؤثرة يبقى هزبن لكن كان ممكن نقول لك ويسكت. فعشان كده هنقول مسلا. او يعني لها تأثير او ذات التأثير. هنكمل برضو في صفحة اربعة واربعين جزئية على الجرامة. ايه? انت عارفين مضارعة تام. لرقم واحد لرقم اتنين لها الكبار والعلوية لها كبر الطائر ده. المهم هنقول حكومته عامل مفرد وجمع. طبعا هو هيجبها لكن اصلا مفرد فانت ما انتش محتار. علي سعيد جدا لانه فازة بجائزة بجائزة في الشعر عشان كده نقول هاز وان. طب ليه ما نقولش وان ما هو يعني فازة. كونه مديني هنا از فهو عايز مضارع تام. وانا قلت لك لما يكون في سبب ونتيجة فتاخب مضارع مع مضارع. هو فرحان ليه السبب ان هو فرحان? لانه فاز. فمضارع مع مضارع. عارف لو هو قال لك علي كنا هنفكر في وان او هاد وان. نمبر سري. ما تعملش انت طعام انا بالفعل عملت اردي مضارع تام. اشان كده نقول. بص معي. الجملة دي مضارع تامن فيه. فانا هفكر في وهفكر في ده رقم واحد. بس مين فيهم اولا بقى? لو قال لك ان دي اول مرة اعمل كده وانا عملتوش قبل كده خالص فناخد لو قال لك انا بعمل كده على طول يعني بس النهاردة ما عملتهاش فناخد في الجملة دي بقول لك ديت اول مرة قابل اصلا المدير. عشان كده هنقول يبقى هنا الاجابة هي صح. طيب امتى انا اخد لو قال لك انا كل يوم بقابل صح بالساعة عشرة انا مقابله بعد اليوم يبقى الحالة دي هناخد يت لانك بتقول انا بقابله كل يوم لكن النهاردة ما قابلتوش فناخد يت طيب في نمبر فايف صديقي عنده مشكلة منذ انت عارف ان سنس بيكون بعدها ماضي بسيط وقابلها مضارعة تام فانت مش محتار في لي خالص وتقول هز هات هو انت خلص البحث فانت قلت له انت بتعاري بتقول لي ليس بعد كان ممكن نقول له يعني لا على الاطلاق طيب نمبر سيفن اي ازناك هو دلوقتي شغال في مصنع ملابس كبير جدا وبالتالي انت بتقول ان هو غير شغله عشان كده هنقول واحنا عارفين ان كلمة دي من المضارع التام وممكن نستخدمها مع الماضي البسيط مع الماضي البسيط لو الحدث انتهى زي ما هو بقول لك كده كان شغال سواق ودلوقتي سابس شغل لنا دي وراح مصنع او ان هو بقول لك شغال ولسه شغال زي ما هو فهقول لنا هناخد مضارع تام نمبر ايت علي 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 بدأ يعيش يعني او عايش في الجيزة منذ خمس سنوات انت عارف ان المضارع التام لما نستخدمه معفور فده بيدل على ان الحدث مستمر ده معناها ان هي زيار فور فايف يارز اونلي هو عايش خمس سنين بس ده معناها نبطل وطبعا ده خطأ ولمبر سي هازنت ليفد معايش اصلا وطبعا ده غلط لانه اقول لك عايش خمس سنين ولسه عايش ياملع لم يععد يعيش طبعا ده غلط عارف كان ممكن نختار رقم دي دي امتى لو الجملة عالي لفد انجيزة فور اجابة هنا كده اصبحت ومعناها بالعربي كده بدأ يعيش هناك من لخمس سنوات وهو ماذا ليعيش ايه اللي عارفك انه مازال لانه جاب لك مع مضارع تام طيب الجملة بعد كده نمبر ناين مروة لم تشتري المنابس الجديدة وبعد فعشان كده نقول يت طيب اه نمبر تين اه باد اكسدنت بليس اون كايرو الكزاندريا ديزر رود حدثة حصلت حصلت انت بتقول ايه حصلت حادثت معلوم فبالتالي ديت مش موجودة معنا خلص انت عايز معلوم طيب يا ترى هناخد توق ولا بداية انت بتقول حدثة حصلت على طريق الاسكندري انت ما حددت ليش زمن فبالتالي دماغ مباشرة هنتروح على المضارع التام اللي هو طيب امتى كنا ناخد لو قال لك ان الحدثة حصلت وبعدين خمسة مات ومسلا الدكتر تبقى احداث او الدك حدثين فانت هتقول دي حصل الاول والحدث التاني هو ما حدد ليش زمن فهنا مضارع احداشر صديقي وصل القاهرة مطار القاهرة يعني منذ دقيقتين فده معناها انه وصل منذ فترة قصيرة جدا ما انت عارف ان معناها منذ فترة قصيرة جدا يعني زيها بالزبط زيها بالزبط وبالتالي هنقول ولما تقول لي كل ده بيساوي انا ما شفتش مازن منذ اخر مرة تقابلنا في اسكندرية عشان كده والجملة دي من الجملة المهمة جدا للطالب اللي حافظ هيحلها غلط ويختار خد بالك بنجيب بعدها مدة محسوبة يعني لو سألتك هو انت من يوم ما قابلته حد النهار ده فات كام شهر ما انتش عايف ترد عليه لكن الحدث ده بدأ حدث انك ما شفتش مازن حدث ان مازن ده بدأ يوحشك وانت افتقدته امت بدأ بدأ من اخر مرة عشان كده قلنا طيب تلتاشر بقى بص في الجملة الحلوة دي الفكر اللي احنا قلناها قبل كده ان لما يديني مطارع تام يبقى ناخد علشان تعبر عن نتعبر عن مستمر طب لو اداني ماضي بسيط ناخد عشان تعبر عن حدث انت انت بتقول هنا بقى آآ اسم او الحدث ده بدأ منذ الطفولة يعني انت عايز حاجة بيجي بعدها بداية الحدث اللي هي مين اللي هي اقول تاني من الطفول اللي احنا قلناها لو انا قلت لك يبقى انت بتكلم على لو انت قلت لي يبقى بتكلم على ولكن مع بتعبر عن حدث لسه مستمر بتعبر عن حدث انتهى ده موضوع الحاجة التانية بقى في الجملة هنا وبقول لك لما تلاقي آآ 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 الحاجات دي كلها كده بناخد معها بمعنى منذ طفولته طب اربعتاشر انت عارف مدة زمنية موضوع بسيط يبقى طيب اخر واحدة خمستواشر بقى آسف ان انا اتخرت سبني ادخل لو سمحت يا مستر انا رحت المكتبة انت رحت المكتبة ولسه موجود هناك ولا رحت ويجيت طبعا رحت ويجيت من واقف معك بكلمك اهو يبقى طب ليه ما انا اخدش معناه انك انت لسه في المكتبة وده خطأ انت بتقول سبني ادخل يا لو سمحت انا ااسف انا غلطان ده معناه انك انت رحت للمكتبة ورجعت وقف قدام الباب والمستر روافو دي دخلك فانت بتقول له انا رحت للمكتبة ورجعت فسيبني ادخل لو سمحت بعد كده احنا كده خلاصنا التلاتين جملة خمستاشر كلمات خمستاشر آآ تعال بقى ادخل على حتة الترجمة الصغيرة دي وانترجمها مع بعض كده وركز معي لا يمكنني الاتصال بوالدي لانني فقدته هاتفي فانت هتقول اي كانت كول ماي فاذا بيكوز اي هاف لوسط ماي موبايل فون خبالك اقلت لك اي كانت مع هاف لوسط عشان كانت مضارع فهاف لوسط مضارع تاني طبعا سبب ونتيجة زي ما قلت لك سبب ونتيجة بيكونه زي نفس الزمن انني اعيش هنا منذ ان بدأت بدأت الحق ولا انتوي المغادرة اي هاف بين لفين هير سنس خبالك انت قلت له لانك انت عايش ولسه عايش ولسه مستمر وعلى فكرة ممكن تقول لي مع المضارع التام ومضارع التام مستمر بنستخدمهم في الجمد اللي زي دي كده لو انت قلت له صح ولو قلت له اصح 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 تلات لم يسبق لي اه بذيارة اي دولة اجنبية من قبل انت عارف كويس جدا ان حتد لم يسبق لي بتقول فهنا هنا هنقول وممكن تقول وتسكت واحنا كده فهمنا انك ما عملتاش من قبل هل سبق ان درس ان ارسلت صورتك ازتيا لشركة اجنبية طبعا هل سبق لك اللي هي فهنقول لم تنتهي امي من اعداد الطعام بعد اه فود يت انت عارف انا قلت هزنت عشان فنش بعدها ينجي انها سنوات منذ انقابل تعمي الذي يعيش في امريكا والمدة كده خلصنا الفيديو ده واحنا هنحاول نعمل فيديوهات خفيفة كده سريعة وزي ما اتفقنا لاسبوع ده هيكون الوحدة التانية كلها على القناة في هذه ده الفيديو رقم تلاتة امي حسابك ان ده الفيديو رقم تلاتة الفيديوهات الوحدة الاولى كلها هتلاقي تحت كده اسمها المراجعة انها اياه ما اي فرنت ادخل عليها هتلاقي الوحدة الاولى والوحدة التانية ما ترتبين في فيديوهات كل واحدة هتكون فيها عبارة عن خمس فيديوهات علشان تكون بسيطة بالنسبة لك لو انت في حاجة من الحاجات دي ملاقبطها كتلي تحت في قومن ص蘋د اخرت عليه كتبلي في اه التليجرام لان كمية الاسئلة اللي بتنزل هنا وعى التليجرام والواتساب والفيسبوك كبيرة جدا فانا بحاول ارد آآ قادر المساطع اتمنى ربنا يصل لكم الامور كده وتكون الدنيا ماشا معاك كويس يا ريت زي ما انت سمعت الفيديو كده واستفدت منه ما تبخلش باللايك لانك مش هتخسر حاجة. طبعا في معظم الناس بتحاول تعمل لايك فبي بيطلب منهم اشتراك الاول. انت ممكن تضغط على التلات نقط اللي فوق دول وتضغط وتفتح وبعدين تعمل لايك هيعمل معك لايك اعمل اشتراك في القناة اعرف زمالك ع القناة اه ما تنسانيش بتاعتكم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.